بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع الثانيين الدرس الثاني Internal and Compressible Viscuit Flow كنا قد بدأنا المرة الماضية في حل المسألة أن نكون فيها سريان المائع على سطح مائل بدأنا في هذا وأوجدنا أشياء كثيرة ونحاول خلال هذه الحصة إكمال Decise 1 فقلنا قد وصلنا في الحصة الماضية إلى إيجاد المعادلة Derivation terbya of Ui D or terbya تسوي minus rho g على mu sin 6 نحاول خلال هذه الحصة إيجاد الprofile velocity Equation 4 is equation second order n u with respect to y therefore we require two boundary conditions of u with respect to y يعني هنا عندي second order بالنسبة لل u فيلزمني two boundary conditions فهنا عندي boundary condition الأولى أنه at y تسوي 0 ال u تسوي 0 وهذا ملامس للسطح المائل فالسرعة تسوي 0 boundary condition الثانية at y تسوي h عندي do u at dy تسوي 0 وهنا في حالة free surface boundary condition يعني إيش؟ يعني السرعة هناك do u at dy تسوي 0 استعمال المعادلة الثانية تحديدا لو استعملنا المعادلة قبل هذا المعادلة الرقم 4 وسوينا first integration do u at dy integration of balance الأولى الرقم 4 نتحصل do u at dy تسوي minus rho g على مو sin 6 y plus a ونعرف أنه do u at dy تسوي 0 في أي مكان في ال y تسوي h فلو عوضنا ال y تسوي h رح نلقى h رح نلقى أنه a تسوي زي ما مكتوب هنا rho g sin 6 h بما أنه do u at dy تسوي 0 في أي مكان في ال y تسوي h استعمال المعادلة رقم 5 المعادلة الرقم 6 رح نلقى أنه do u at dy تسوي rho g على مو sin 6 h minus y المعادلة الرقم 7 هنا لو سويت لها أيضا another integration رح نتحصل على أنه do u تسوي زي ما موجود هنا في المعادلة رقم 8 استعمال أيضا boundary condition رقم 1 الحد اللي تقول لي u تسوي 0 عند ال y تسوي 0 لإيجاد h لإيجاد قيمة b رح نتحصل على أنه b تسوي 0 فإذا profile velocity أو u بإصناع المعادلة رقم 8 والمعادلة رقم 9 نتحصل على h على أنه u تسوي rho g على مو sin 6 hy minus y تربية على 2 هاتي المعادلة تعطيني h ليش تعطيني profile أو velocity profile أو u استعمال هذا u علشان نوجد volumetric flow rate زي ما هو مطلوب في السؤال throw one unit with fluid film film along the z direction is given by باستعمال المعادلة رقم 10 عندي هذا التعريف اللي نستعمل volumetric flow rate q تسوي التكامل بين 0 h u dy استعمال قيمة u وتعويضها من المعادلة رقم 10 هنا لإيجاد قيمة volumetric flow rate تسوي في الأخير rho g h q على 3 mu sin 6 وهذا يتم عن طريق عن طريق integration of this balance فالمعادلة رقم 11 وصلنا بها إلى إيجاد قيمة volumetric flow rate فهنا لو بغينا فقط نعطي لمحة على volumetric flow rate بالنسبة الثتة لما تزيد الثتة لما تزيد سينس ثتة يزيد أي نقص سبب لو ثتة تزيد سينس ثتة تزيد طبيعي جدا سينس ثتة تزيد فالطبع بين سفر وتسعين درجة بالنسبة للثتة تسوي السفر فسينس ثتة تسوي سفر الثتة أكبر من السفر سينس ثتة أكبر من السفر فأيضا volumetric flow rate يزيد بزيادة الأنجل ثتة هنا أيضا أود طرح سؤال هنا قبل ما نعطي لمحة إيش سوينا الإجرسيس 1 أو الإجرسيس 2 هل إنه أنجل ثتة لو فاتت تسعين درجة أنجل ثتة لو فاتت تسعين درجة هل يمكن دراسة الأمر على أنها أكثر من تسعين درجة أو محصورة بين سفر وتسعين درجة ساعة نقدر ندرس المسألة هذه فهنا نبغى نشوف volumetric flow rate أكثر من تسعين درجة يزيد أو ينقص ما بين تسعين ومئة وتمئين درجة volumetric flow rate يزيد أو ينقص بزيادة الثتة طيب هنا أود نقول أنه خلصت جسيس 1 الجزء الأول دون الجزء الثاني أيضا دون إن شاء الله خلال الحصة القادمة نحاول بداية exercise 2 وزي ما قلنا هو عبارة على exercise 1 لكن هنا راح نضيف هنا H نضيف plate اللي تبعد عليها مسافة H مسافة H على plate 1 أو على lower plate السلام عليكم ورحمة الله